بيبدأ في المينة بأنا وهي بتوصل سام اللي متجوزها رسمي والحياة بينهم زبادي في الخلاط ولكن المشكلة كانت ان سام وآنا متجوزين وهم في سنوي وعشان حالتهم المادية لسا مش كويسة فكل واحد منهم عايش بتأهله سام قبل منزل من العربية بقول لحبيبته شكرا على التوصيلة فحبيبته بتتحكله وتجامله على الدمه الخفيف جدا بترده له بقى وتقول له انت تنزل وتسيبني كده يا سام بقول لها أم لانتي واصلتيني ليا بنتي سام الزوج المسيطر بيروح بتأمه وبيعفل البابه الراحة جدا عشان ما تزعلهوش ويدخل ينام عشان يلحق يصحى الصبح ويروح للمدرسة في سنوية بوكر هاي كان الشاب سام بيعزف على الجدر بتاعه ومبدع بكل مشاعر جياشة وحسيس مرتفعة وبعد المدرسة كان قاعد مع صحابه الاتنين الباد بويس جدا صاحبه كريس ابو زعبوت والتاني ابو كاب ده مش بهم بس هنحتاجه قدام شوية سام هو مع صحابه كان بيحكي لهم انه متجوز انا الامر وكانت قاعدة قدامه مع صحابه وبتبصله صاحب سام بركوله على الجواز دي وقالوله مع زم تناش ليه على الفرح يا جدع ودحكوا كلهم مع بعض راح سام لحبيبته المكان اللي بتشتغل فيه وبص فيها كده وقال لها هي دي البنت اللي انا بحبها بالزبط هذا هو زوقي انا لتله جاي عوزي يا سام مش المفروض تكون في المدرسة دلوقتي وبعدين انا بشتغل وانت لا اعتقد انك محتاج تشتغل اكتر من كده وطبعا انا كانت بتكلمه بكل حب وبتهازر معاه مرة الايام وبنعرف ان علاقة سام وانا علاقة مثالية جدا والاتنين بيحبوا بعض بكل اخلاص وواضح كمان انهم بيعيشوا ايام سعيدة جدا وبيقضوا اوقات حلو مع بعض ولكن عزيزي المشاهد الحياة مش بتمشي بشكل ده ودائما هتلاقي حاجة تنغص عليك حياتك فاكتر اوقاتك سعادة وهو ده اللي حصل مع انا وسام بالزبط سام الشاب الماهر الشاطر الخارق اللي بيعرف يعزف ويسكيت ويلعب بسكيتبول كمان حبيبته انا جات له ذاتها يوم وهو عامل فيها مايكل جيردان رح لها سلم عليها وتكلم معها وكل ده والكاميرا جايباهم من بعيد ومفيش صوت ومش سامعين هما بيقولوا ايه ولكن عزيزي المشاهد انت لو محنك تعرف هي لت له ايه في المشاهد ده هستنك تشاركني في التعليقات وعلى ما تجاوب دوسوا لايك واشتركوا في القناة اكيد بكل تأكيد عزيزي المشاهد انا كانت بتقوله انا حامل يا سام لان ده ردت فعل شاب الدبس تدبيسة معلم بها لربنا بعد المدرسة سام رح يسكيت مع صحابه وفيش غله وبعد ما خلصه صحابه قالوله مش هتيجي معنا نتسكعه سويا قال لهم لا انا بقى عندي مسؤوليات دلوقتي وحاجات لازم اهتم بها يا الولاد يلا سلموا عليكم وكان واضح على سام انه تايه ومحتار ومش عارف يعمل ايه سام رح لانا شغل وطلب يكلمها قال لها انا بنتي انا انت متأكدة من موضوع انك حمل ده رحت للدكتور يعني وكشفتي وكده فانا قلت له اعملت اختبار ثلاث مرات ورحت الاربع دكاترة وربنا وكلهم اكديني الخبر والمشكلة هنا ان هنا كانت شايف جزء صغير اللي المفروض بيحبها مش حابب يخلف منها ومتضيق من موضوع حملها عشان كده سابته مشيت وهي حاسة انها تخدعت فيه ولكن تاني يوم كانوا مع بعضه في مستشفى عشان يقرروا يعملوا في المولود وسام هو بيستنها كان شايف ولاد صغير بيلعب قدامه فحسب الخجل من نفسه وطلع يستنى انا برا في العربية انا جات وقالت له احنا قدامنا حلين اول حل هو اننا نكمل ونربي البيبي والتاني حل هو اننا نتخلص منه ولكن ده يكلفنا 800 دولار بحالهم والمشكلة الاكبر بقى هنا ان سام اتلهف وقال لها ماشي انا ساعدك نجمع 800 دولار ونتخلص من الطفل وهنا انا قالت له طيب افرد انا عاوز اعتفز بي سام بيروح لمحل قالات موسيقية واحنا لسنا معرفناش اجابته على سؤال انا بيتكلم مع صاحب المحل وبيقوله في الواقع انا جاي عايز اشتغل عشان بحب الالات الموسيقية جدا وعاوز اكسب خبرة اكتر وهكون سعيدوا هنا صاحب المحل قاله ممتاز اديني رقمك واسمك ولما سام قاله انا اسمي سام طولنتينو جونيور صاحب المحل رد عليه اي ده انت ابن سام طولنتينو العظيم ابوك ده يا ابني ليه في الجبال علامات ده كان اسوأ بني ادم ممكن تتعامل معه في حياتك بس كان صاحبي وانتيمي وجدعانة عامة لو احتاجتك تشترى لها كلمك وطبعا سام المدبس قرر انه يسرق ويروح يشوف العربيات بتقوليه وهو بياخد الفلوس اللي في المحفظة بس وراء واتفاجئ بلعب اطفال فضميره وصحى ورجع كل حاجة ما كانها تاني وطلع يجري قبل محد يقفشه الصبح ام سام خبطت عليه وقالت له يلا يلا يا صغير تعالى وصلك للمدرسة بعربيتي وما في الطريق قالت له اخبارك مع امراتك العيلة اللي شبهك قال لها والله يا حاجة الحياة ماشية معانا زبدي في الخلاط وانا وانا بنعيش اسعد ايام حياتنا فقالت له ربنا يسعدك يا ابني مع امراتك الصفرة اللي انا مش بطمن لها دي سام المجنون راح لحبيبته الفصل وطلعت تتكلم معاه طلب منها انه يتسكعه سويا ويتكلمه مع بعض عشان عمل لها مفاجئة وهي وفقت ودخلت الفصل فسام دخل وراه قال دي احلى بنتي في الدنيا ولسان حالة بيقول مجنون سام بعد ما تكلم مع حبيبته بالليل شوية كلام زي الفل وصلها وذهب في طريقه عشان يقابل اكبر واصيع ديلر كابتشينو في كيا نيويورك الديلر قال له خدي وزحة وبحاوها تيتمنى والمكسب حرم عليك وانت وشطرتك بقى وبالفعل سام اخد البضاعة وروح لبيته امه كانت اعداله شبه ابويا بالزبط لما كنا منتأخره احنا صغيرين بس الفرق ان ابويا كان بيبقى في يده خرطوم كبير جدا امه قالت له اهلا بالصائع اللي مروح بيته في انصاص الليالي فسام قال لها ماما انا كبارت يا ماما وانتي مش بابا وبعدين سواني بقى فين بابا اصلا قالت له ابوك ده كان ندل وحقير وسبني وهرب وانت لسه لحم حمرة فسام دخل لقوته وبدأ يفتكر ذكريتلي مع ابوه وصغير واللي بيفتكره هو ان ابوه كان بيدلعه وكويس او معاه ثاني من الصبح سام كان بتقدم في وظيفة موظف مبيعاتك فلات شقار قال له كلمنا عن نفسك عاوز تبقى فين بعد خمس سنين ايه هو طموحك هتفيد شركتنا بايه هل هتضحي بحياتك عشان المدير يعيش هل هتجو عشان احنا ناكل هتموت طيب عشان الشركة تعيش فسام حس ان الموضوع مش هيجيب همه وراح يشتغل ديلار بدأ يوزع كباتشينو عالشباب والبيليا لعبت معا جمد اوي ودر انه وزع البضاعة كلها ويلم فلوس حلوة واول ما تسمعوا كلمة حلوة اعرفوا ان في حاجة وحشة تيجي بعدها لان في مرة سام وهو بيخلص في قايا وبيقضي لبعض الشباب مسيكون ضربوه واخدوا منه العجلة والبضاعة وكل الفلوس اللي معاه وهنا سام بقى في مهب الريع عشان كده الديلار الكبير مش هرحمه سام رحله وفضل يعيط ويقوله سرقوني وضربوني واخدوا من البضاعة بس ما تقلاش انا هرجعلك فلوسك فالديلار قال له خدوا الفلوس دي يا سام انت عاكبتني يا ولد وعجبتني شجاعتك وخد البضاعة دي كمان واخلي معك المسدس عشان المرة الجاية تدفع عن نفسك بس افتكر انك دلوقتي ما ديون لي بالضعف ولو ما رجعت ليش الكاباتشينو وديني ما نسايبك سام لما روح وماليت له ايه ده من عورك كده انا هبلغ البوليس فسام قال لها لا اما فيش داعي وهاتي ديك استلج امه جابت له استلج وتكلمت معاه قالت له انت كده ماشي في السكة اللي ماشى فيها ابوك ابوك كان بيتعارج كل شوية ويروح لي متخرشم ابوك كان بيعمل حاجات وحشة وكان شخص سيء ابوك ده حزب يالله ونعم الوكيل في مكان ما راح فسام افش من كلامه على ابو وسابه ودخل قطه وخب البضاعة في مكان غير متوقع تماما الا وهو تحت المرتبة يا سلام اما ما كان سريب صحيح سام كان حاسس بكسرة نفسه حصرة وفضل يفتكر مواقف تاني من طفولته هو مع ابو وفي اعمقه كان حاسس ان ابوه ده اكيد شخص كويس وكمان افتكر ان ابو كان يعرف ستة تانية غير امه الصبح راح لانا قال لها بتي انا انا جبت الفلوسة هو وكله ده الفل يلا بينا بقى نتخلص من الجنين وبنعرف ان سام اختار انه يتخلص من ابنه والمشكلة هنا انه كان فرحان وطبعا ده شيء ما يساعدش انا نهائيا انه ازاي فرحان عشان هيعرض الخطر زي كده وكمان انه مش حابب يخلف منها انا قالت له اي رأيك لو نحتفظ بابننا ونكون عيلة فسام قفش وقال لها لأ انت خدي الفلوس دي وشكريني انا كانت هتمشي وبعدين رميت له الفلوس وقالت له فلوس اكاي وشكرا مش عاوزة منك حاجة تاني يوم سام راح البيت للست اللي كانت صاحبة ابو ولما عرفت انه ابن سام تولنتينو الخطير جدا قالت له اتفضل تعالى ولما عادوا يتكلم مع بعض عرفته ان ابوه عايش وموجوده في السجنة ولو عايز تقابله انا ممكن ارتبلك الموضوع ده وانت يا سام عندك اخت الاخت دي هي بنتي انا من ابوك فسام اتفاجئ جدا من كلامها مرات ابوه فرجته على صورها مع ابوه وفرجته كمان على صور بنتها وانها رياضية ونكحة وشطرة جدا وده رغم سنة صغير مش عاوز تشوف اختك يا سام فسام قال لها اعتقد ان اتأخرت ولازم امشي سام روح عشان يتكلم مع حبيبته انا وقبل ما اقولها حاجة انا لتلو احنا لازم نبعد شوي عشان نقيم العلاقة وقرر اذا كنت عايزة اكمل معك ولا لا فسام الاموصة اللي سايب مراته بتعني لوحدها دخل البيت وسابها تاني يوم في المدرسة انا بصت لسام بصة تقطع القلب لكن الام ندخل واخده المكتب المديرة واصحابه الاثنين كانوا قاعدين قدام المكتب والودي شكله فتن عليه المديرة قالت له احنا لقينا كباطشينو مع صاحبك توماس وقال لنا انو اشترى منك سام قال لها انا معرفش حاجة ومشفتش حاجة انتي فتشتيني وفتشت شنطتي ومدقيتش حاجة ممكن امشي بها عشان مفيش اي دليل ضدي فالمدير قالت له مفيش دليل ضدك بس انا كلمت امك وعرفتها سام روح لها ام وبتغير كلون الباب عشان مبقاش يتأخر برة تاني وقالت له ما خبيلي كباطشينو في بيتي يا سام وتحت المرتبة كمان طيب اختار مكان كرياتي في شوية عن كده عمتا خلاص انا تخلصت من الحاجة دي عشان ما اضيعش نفسك سام قال لها انتي عملتي ايه عملتي ايه ده الديلر هي موتني وفضل يدور على البضاع في الزبالة وما لاقهاش ثاني يوم سام طلب من صاحبه كريس انه ياخد عربيته عشان عنده مشوار مهم والمشوار ده كان انه رايح يا ابو الابو اللي في السجن ولما عاد يتكلم مع ابوه كان واضح ان ابو ده وغد جدا وبدأ الحج دي نصايح المزات لابنه قال له يا ابني انا ما كنتش عاوز اخلفك اصلا وامك حملت من ورايا وانا كنت عايز اعيش حر من غير خلفة وفي نصيحة تانية برضو اسوأ من الاب لها خليك زي يضطر الحر يا ولدي وما تعلقش نفسك بحد او هتقول اي واحدة بحبك عشان اول ما ست تعرف كده هتزعلج جميل جدا وبدأ ينصعه حبة نصايح غبية تانية ويهرتل بالكلام وسام روح وهما تعصب ومأهور لانه كان رسم صورة مثالية لابو في خياله والحقيقة طلعت عكسها خالص تاني يوم بالليل سام شاف صاحبه توماس الخباص بيتكلم مع حبيبته فضربه وقال له ياضي يا واشي يا ابن الواشية وانا كريس ادخل وبدأ يمنع سام وقال له يا سام امشي من هنا بقولك امشي من هنا يا سام انا بحبك بس لازم تمشي وطبعا سام سبهمه ماشا خرجت ورا حبيبته انا قال لها ابعدي عني قالت له لأ مش هسيبك تروح وانت كده سيبني اواصلك بقولك انا بحبك يا سام وابد عنك عشان بحبك بس انت سكران ولو روحت كده تعمل مصيبة وانا مش عايزة ابني يكبر ويلائي ابو في السجن قال لها طيب مانا كمان ابو يتسجن ابو يتسجن وانا ضربت يتيم هو ابني احسن مني يعني فانا قارت له انت غبي يا سام انا ماشيا سام وهو ماشي مروح قابل البودجايز اللي سرقوه واخدوا منه البضاع والعجلة قال له ولا انا فكركو كويس انزل يلا من على العجلة بتاعتي اركع يد منك ليه على رقبك ويللا بايا حالتها طلع كل اللي معاكو سام بتاع زمان خلاص انتهى ومن دلوقتي سام تاني خالص هعد لحد تلاتة ويللا اجروا قدامي واخيرا سام ادري اخد حقه وعجلته سام روح البيت وعاد يتكلم مع امه ولكن كراجل ناضج المرادي قال لها ماما انا كنت غلطا في حقك انا رحت زرت ابويا في السجن واكتشفت انك معك حق في كل كلمة قلتها عنه وانا ظلامتك وندمان وعمري مع سامح نفسي فأمه حضنته وقالت له ما تقولش كده يا سام انت ابن حبيبي وهتوضل اهم حاجة في حياتي وبعد تحكيله عن ذكرات الطفولة وانها من ساعة محملت فيه ما بقيتش عاوزة حاجة من الدنيا غير ساعدته قررت انها تهبله حياته وتربيه كويس وتعوضه عن حنان الاب اللي سابه مخلع وانا بحبك يا سام وعمري ما هزعل منك سام روح لحبيبته انا وقال لها انا جيت عشان عتزر عن كوني وغدية انا انا قلت له انت حتى ما فكرتش وديت لي نفسك فرصة تشوف ابنك قال لها معك حق قلت له انت نادل قال لها معك حق انت نموزك حقير قالت له وانا بحبك قال لها وانا كمان انا عاوز اعيش معاك با عمرين يا بيت قالت له وانا وربنا بس انا خايفة قال لها ما تخفيش قالت له اشتا خلاص مش خايفة انت زي مقنع كده ويتكلموا انهم هيكونوا اسرة سعيدة ويربوا ابنهم احسن تربية ويعلموا يسكيت ويتاجر في العملة الصعبة ويازف على الجدار كمان وبنتي الفيلم بيسام هو اشتغل خلاص محل الليلات الموسيقية وبعدها امه بتوصله عشان يروح يقابل اخته الصغيرة الفيلم بيجسد رحلة انتقال الشاب من كونه عيل لراجل كبير واعتقد ان المراقب اننا عشان يكون راجل لازم يمر بظروف صعبة معاناة لان الخبطات والضربات دي هي اللي بتخلي الانسان اقوى وخليني عارفين ان الرصاصة التي لا تقتلك تقويك او كما يقال اللي ما تكتل تسمن ودايما لما تقابل ظروف صعبة افرح لانها تخليك اقوى بالنسبة للجزء الخاص بالام وضرع في دربيت ابنها وكنها ضحت بكل حاجة عشان تبقى ام واب في نفس الوقت فده شيء معهود عن الام وحنانها الام مستعدة تضحي بكل شيء عشان خطر ولادها ودي حاجة انا شخصيا عاشتها بنفسي وختاما انا رغم ان سنها صغير بس ما كانتش خايفة من انه يكون عندها ابن خصوصا انه هيكون من حب حياتها ولكن خبت الامل اللي صابتها وهي شايفة مش عايز يشيل المسئولية احبطتها جدا وفي النهاية اصبر على بعض يا جماعة لان مهما اخدتوا مواقف من بعض وتعاملتوا بشكل غلط لو مع دانكو كان اصيل بجد كل واحدة يعرف غلطه وهيغير من نفسه في النهاية في قصة تانية برضو معلش هابتكلم فيها ان الفيلم ده اتعامل في امريكا عن اتنين بيخلفوهما لسه تعت 19 سنة اصلا وتعطفنا معاهم جدا وكنا عاوزين علاقتهم تنجح حتى اللي حواليهم حاولوا يساعدهم بدعموهم وده لو حصل عندنا هنا في الوطن العربي كان زمانا شايفين الفيمنستات عادين بيصوحل الصبح ولو شفنا فيلم عن اتنين عيال لسه في سنوية عاوزين يتجوزوا يخلفوا كان زمانا دغدغنا الدنيا السن عمره ما كان مهم اطلاقا المهم هو ان الاتنين يكونوا نطقين وقدرين انهم يتحملوا مسئولية والاهم هو اني بحبكم اعزائي المشاهدين فما تنسوش تدسوا لايك وتشاركو في القناة وتشاركونا بقراكم عن ناضية الفيلم عشان نتناقش عنها مع بعض كان معكم اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته